خليني أبدأ بزيارتكم لمصر يعني أعضاء الحركة وقياديها دائما في مصر في زيارات للتشاور كلمني عن هدف هذه الزيارة نحن ليست الزيارة الأولى هناك في زيارات كثيرة جدا متعددة يعني في خلال فترة العدوان على قطاع غزة وفي لدينا مصر مساحة كبيرة جدا باعتبار مصر هي صاحبة الثقل السياسي في المنطقة وصاحبة دور مهم ولها كما قلت دور في الجانب الإنساني في تقديم وفتح الطريق أمام المساعدات وتسهيل دخولها إلى قطاع غزة أيضا في الموضوع السياسي وهو الأهم أيضا في مشاورات دائمة مع الإخوة المصريين فيما يتعلق بالمبادرة التي طرحوها في مسألة التواصل المشاورات حول كيفية وقف العدوان على قطاع غزة وكيف يمكن أن نصل إلى الحل وأنا أعتقد هناك في مساحات جيدة ومساحات مشتركة يمكن أن نبني عليها لكن كما قلت العقبة الوحيدة التي تقف أمامنا جميعا هو إصرار دولة الاحتلال على أن تستمر بالحرب من أجل الحرب والقتل من أجل القتل دون أن تقدم حتى الآن أي علامة بأنها تريد أن تصل إلى حل سياسي أو إلى وقف العدوان إلى قطاع غزة